اشتركوا في القناة هي المونة اسمه حالي وقلبها ما بيعرف خوف ستة بمقام الرجالة مايهمهاش من أي ظروف زيك يا ستة مونة؟ مرحبا عادت الجميلة ومكان الجميل يشرح لا حلوة هي الحتة حلوة كل اللي يجي يعني بيرتاح بي كل اللي بيجي بيرتاحنا؟ ايوه وانتي بتطلعي النخلة ده مرحبا وانتي بتطلعي النخلة ده؟ انا ما نطلع بس عشان يعني هي الظروف اللي خلتنا حكمتنا خلاننا نطلع النخلة اللي طالع النخلة ده بيعملي طالع يعملي بي يعني تلجح النخلة وبعد كده في يعني بعد ما تطلع البلح بي تلقيح عشان في نخلة دكر ونخلة امتاية؟ ما هو الدكر المناخض منه وما يتلجح منه ايوه وهو اللي بتتضع الكوس والتلجح تجوب النخلة كده ونحطيه في الصباطة نفسي يعني أنت بتعملي مكان النحلة في الورد كأنك نحلة كل حال وغير التلقيح ايه تاني؟ يعني بعد ما نخلص التلقيح مثلا معانا نخلة عايزين ندبضة ونشلحة بتعمليها يعني بعد منصب البلح ده كله يعني احنا دلوقت يعني مثلا بتقعد يسا هو مش عارف بيقعد خم شهر كده لما ياجه البلح والتقليم تقليم؟ احنا شغالين دلوك حاليا التقليم بعد التقليم اتضره بعد اتضره تستنى البلح يعني ايه اتضره اتضره يعني بتجرب الصباط عليك بتتني كده زي المنجل وتتعربيه عليك كده وتربطيها بالحبل تعملي ان لما البلح يطلع تبقى متهدلة كده لا حاليا هو دلوك هو وصيص صغير دولا عشان بصباطة لما بتضول بتنشى يعني لما يكون ضريبة تغليف تغضيها على يدك وتتنيه وفي غير موسم البلح بتعملي ايه؟ انا شغالة يعني بروح لدي صبر يعني بتاع بماطل بتحفا كهاري بتاع بماطل وشيطة وكل هاي يعني تبيعي ايه بدل من نوع البطلين طب احنا اساساً احنا ثمانية طب مين حيوكروا؟ انا سمعت انك حتى تعلمتي تتفيني ايه لا انا بكحت معاهم بش متفن انا بكحت معاهم بش متفن انا بكحت معاهم مقابر بس متفن تحفوري القب ايه بس ما اعمل شهاية طب انتي مستعفية روحي كليست لا ما هو بوسي تعملي سواهم مين اللي علمك رسان عصابت؟ والله هي الدنيا هي علمتني الحالي من واحدة؟ من واحدة؟ حالي انا قعدت الاول لما اول ما كنت اطلع ما كنت اطلع ما كنت اطلع بالمطلع كنت اطلع على كده كنت اطلع يعني مطلع هو الحبل ده؟ ده ده كنت بتطلع كده انا كنت اطلع انا لغاية دلوك انا عوزة حبيتي لما كنت معي تلقح بطلع لكذا ما بطلعش بالمطلع والتلقح في الشوالة وبالجرار ده نشد الشوالة اللي في التلقح وتطلع من وين انتي عندي كم سنة وانتي بتطلع من ناحية؟ انا من يعني تحسبيها من انا وعشر سنين لنا طلحت دنا انتي عندي كم سنة يستمو؟ من انا وعشر سنة صغير صغير ايوه من انا وصغير كنت اطلع دنا وانتي اطلع بالجرجر اخذو على كده وقلت احطه على كتفة وانزل بيه بس الغالية ما تنزل مفاكة الكتفة وانتي اطلع ما بس لما اخترعنا حكاية الحبل هو اللي سهل معنا احنا وقادي مكون دي العدة بتاعتا ايوه ده المطلع وده الحبل ده بيتفرد على طول النخل والمانجل اللي بتطلع ده المانجل ده ده المانجل ده اللي بليعمل بها ما نقطع بها وكل حاجة لما نشرة فيتك وانتي واحدة ست وحتلبسي البنطلون وتطلعي النخلة واحنا في السعيد ما قالوش الست دي بتعملي لا 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 انا ما بيش بتكسب الشغل مش عيه لا طبعا لا هو الواحدة طول ما بتعرج وتشجع مش عيه انا مع نفسي محدش لي صالح البن انتي مع نفسي ايوه محدش انتي مش متجوزة يا امور عشان كده مع نفسي انا مع نفسي حتى ام متجوزة مش هخليه اقوله يلا مع السناء هاهههههههii تا potingacion ايوه نعم انتت باتدي最 yep من ست والدتك انا بيعا معتي تانتي أما ما ضحيه وعندك أخوة ايوه انا أنا معنا واحدة جسر متوفي خمسة و istuf ست توسر انا وامي ثم توسر انا انا في العيش المواسم فيه موسم أصعب من موسم موسم يجي علي هناك أي Gary قريب هو الم busca بالfachور ومسم ا razón لديك بألف ونص ألف سوى أنت بتاخدي فلوسك عن نخلة ولا بتاخدي لا أنا مثلا خط النخلة أبيع البلع يعني مثلا خدنا النخلة بالنص مثلا صاحب النخلة ياخد نص المحصور وانت تاخدي نص المحصور أيوه بالنص يعني هو جرجر أنا جرج ماشي وأنت عايش عادل ربنا النخلة جابت حلوة يبقى الخير يعمى على الجميع أيوه هو يعمى على كل مش هاقول لكم ما يعمى والموضوع فيه خير يعني ماشي ما هي ما عشي حقول لك الدنيا هي ما عشي ما تتعدى يوم في كده ويوم كده وتتعدى صحيح كله بيعدي أيوه فلا بتعدى كنت قلت لي على حاجة كده ما صدقتش وداني وانتي بتقولي هل النخلة وقعت بك وانتي وقعت أيوه وقعت ازاي أنا بقول لك هي نخلة يعني ما تجيش متر وناط بقول لهم يا اما كل اللي حتكسم لبالها هندهم ماشي بدوبوا جابحت من ناحية دي وناحية دي وناحية الواش ودوب حلف ولفيت وطقت بقيت فضاء النخلة نفسها كلها وقعت بها اما طبعاً أنا مش معاي حاد بنا مغزة المنطلون ده كله الشرة وهين تفتحت وده كله الوش دانياً وكدمات وقدوا للمشتشفى واسه قل لكدمات وكويسة يعني ما فيش وقعت سليمة طب فيه مخاطر تانية في النخلة ده لا اهو ده فوق أنا وطالعة مرة نص النخلة الصعبان أنا طالعة وهو أجي علي السعبة وقلت له بقص ولا تتكلمني ولا تتكلمني ولا أعرفكش لا هو نزل نزل كده يمشي 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 ونزل على الخلقه وشفت نزل عليكي؟ أيوه وشفته أبي حمله طب ما مقدر شرمي نفسي موفق النخلة أكيد مين علمك أن في وجود كائن زي ده تعودي ثبتة مش تتحركي ولا ترويشيه لا أنا ما أكلمتهوش قلت له ولا تأذيني ولا أأذيني هو نزل وأنا كملت نخلة جامحتها ونزلت لا أكملت نخلتك كمان أنا وجامحتها كمان ما يقدر على القدرة وبعد كده نزلت وبعد ما خلص الجسم يقعد ينظر أنت كلمتيني وأنت بتكلميني عن ستة والدتك لقيت وشك كده بتسم وقلت لي أمي قاعدة في الحتة أنا ما هياته ابن جاعدة هتاخديني تعرفيني عليها؟ أياتها جبالي لا قبلها عايزك يتوريني بتطلعي النخلة إزاي خلاص أنا أبلاني وبعدين نروح نشوف بقى ستة والدتك وفواتك وعشتك وكل حال أنت اللي عايزانا هتطلح حولها أنت قلعتي الشبشب ياستمونة أيوة مجلة لازم أسهلك تمسكي تعفائي في النخلة جام أيوة ما مينفعش تلبس الشبشب بنتو طلع النخلة سمي ياستمونة سمي النخلة دي بقى متقلمة ده اسمه إيه إنتي ورتيهاني قلتيني اسمها اسم غريب كده اللي ده ليفة ده لا ليفة اللي في إيه ده الليفة وكرنافة ده كرنافة أيوة دي اللي هي بتتشال من دافينوس بيطلعون منها خشب دلوقت أيوة هي البتشال وده الليفة بس ده مش الليفة العادي الأبيض اللي احنا نعرفه بس أنا هنجيبلك ليفة إحنا صب دي ليفة بلدي أيوة ليفة زي زمان ده دي كليفة فرنجية اللي بتتكلم عليه ماسكة كويس؟ أيوة ماسكة تشغليه يعني لو نخلى قصيارة زي زي تتلعيها في دقايق لو طويلة بقى أخذ ساعة وساعة ونص موسيقى اوه عوشي اوه عوشي حاضر ماهي الليفة دي ليفة محترمة دي اوه الليفة جاتلي منابي ايوة ودي طروها الحاجة بقى اللي بتعمل الليفة ايوه 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 اعملي دهية وبعدين خديني بقى نزلي من نخلة انا عايز اتعرف بقى ستة والدتك ماشا حاضر اشتركوا في القناة